السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها دلوقتي هنشوف عندنا منظم المناديل ده تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصالة وتنظم عليه رمود التلفزيون او رمود المكيف وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في الصالة او في قضية النوم او في المطبخ او في الحمام او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكاوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او اداة تثبيت طريقة تثبيتها على الجدار سهلة جدا والاداة دي بيجي متثبت عليها كذا شماعة طبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ او تقدر ان انت تثبتيها في الحمام وتنظم عليها ادوات الحمام وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزاها وتثبتيها عندك في اي مكان في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدرين ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدرين ان انت تنظمي بيها الحلل أو الأجهزة الكهربائية أو الأطباء أو مختلف الأدوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مقسم لأربع خانات تقدر ان انت تنظمي فيه أربع عنواع من الزيوت أو السوسات والجزء الثاني تقدر ان انت تنظمي به أربع أنواع من التوابل البودر أو التوابل الصحيحة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيض المنظم ده عبارة عن ثلاث رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا عشر بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك تلاتين بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة أو برا التلاجة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبوكاليات تقدر ان انت تنظمي بي الرز أو السكر أو الدقيق أو مختلف أنواع البوكاليات اللي بتبقى موجودة عندك وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا بيجي كده متقسم لكذا خانة تقدر ان انت تحرك المنظم ده وتلي فيه للخانة اللي انت منظمه بيها الحاجة اللي انت عاوزاها وبعد كده هتتغطي على الزر بتاعها وتعايير بيها الكمية اللي انت محتاجاها من خلال الأداة المعيارية اللي جاية معاه بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدك ان انت يتوصل بيها كل كوابل الكهرباء بكل سهولة من غير ما تبقى مضيقة عليك في المكان زي مثلا لو انت عاوزا تثبتيها ورا الكنبة أو ورا السرير فمن خلال المشترك ده هيحل المشكلة دي وطبعا بيحافظ لك على الأسلاك والشواحن اللي عندك انها تفضل سليمة وما يحصل لهاش اي تلف من ضغط الحاجات اللي انت مثبتها وراها وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصليه وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء زيز الصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الأحزايا اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن تلات رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار في الحمام وتنظم عليه مختلف ادواتك زي الكريمات او الشامبوهات او العطور او تقدر ان انت تثبتيه على جدار المبخ وتنظم عليه التوابل او الزيوت او الصوصات بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام وتنظم عليه ادواتك الشخصية زي الشامبوهات او الكريمات او العطور وتقدر ان انت تنظم عليه مختلف احجام الفيوت او طبعا تقدر ان انت تثبتيه على الجدار في المبخ وتنظم عليه من خلاله ادواته لوازم المبخ بعد كده هنشوف معانا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك بيجي متوفر معا كوباية تقدر ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزاها وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه السكر او الرز او مختلف البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدر ان انت تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انت منظمها بيه وهنا معانا اداة التنظيف او الفرشة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتنظف بيها مختلف احجام الكوبايات بكل سهولة وتقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التثبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظمي بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وغير كده تقدر ان انت تنظمي عليه بعض الادوات زي الليفة او الفرشة وهنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة التنظيف المرينة جدا دي طريقة تصميمها بتساعدك ان انت تنظمي بيها مختلف الاحزان اللي بتكون عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف المواعين والاداة دي بتيجي معاها كذا كتعة عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انت تستبدلي الكتعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل المواعين اللي بتبقى عندك وتقدر كمان ان انت تنظفي بيها الحوض او البتجاز بعد كده هنا هنشوف عندنا رفة او حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف الاحزان اللي بتكون عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الكتعة السيليكون اللي تقدر ان انت تنظفي من خلالها كل فرش الميكوب اللي بتكون عندك بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الاندلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الاندلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسيبكم في رعاية اللي